ام مسلمة ولكن بكل اسف تعرف ولدها على اصدقاء سوء عبر الانترنت وكان يتكلم مع بنات عبر برامج الشات وغيرها حتى اصبح لبقا في الكلام ويوقع اي فتاة بسهولة ويجعلها تتعلق به استيقظت الام لتصلي الفجر واذا بها ترى ولدها يتحدث مع فتيات عبر مواقع اباحية صدمت الام ثم نادته وطلبت منه طلب غريب للغاية فقالت له اريدك ان تذهب الى غرفة اختك وتنتهك عرضها يا الله ما هذا الطلب استغرب الشاب وكان في غاية الدهشة وقال لها كيف لي ان افعل ذلك يا امي استغفري ربك فهذا لا يجوذ خرج عن شعوره وقام بسبب امه بسبب طلبها المقدد قالت له امه احسنت القول والرد ولكن هل تعلم انك رفضت بالقول ان تنتهك عرض اختك ولكنك انتهكته بالفعل عجب الشاب وشك في نفسه حيث انه كان يسكر في بعض الايام ثم رد قائلا لا مستحيل لم اراها منذ اذبوع ولم يجمعني معها لقاء فقلت له لا بل بالفعل انهكت عرض اختك عندما تواعدت مع فتيات عبر الانترنت وقابلتهم وانتهكت عرضهم ونسيت ان لك اخت مثلهم ضحك الشاب واطمئن وقال لها انا فعلت ذلك مع فتيات اخريات اذهبي لقد ازعقتيني وجعلتيني اشك من فراغ بكت الام وقالت له الا تعلم ان اختك وقعت في حب شاب مثلك منذ فترة وقام باخذها الى منذل واختصبها الا تعرف ان اختك فقدت عذريتها ومن الممكن ان تكون حامل ونحن لا ندري وهذا كله بسببك لانك انشغلت عن متابعة اختك والحرص عليها من الذآب مثلك الا تدري انك ما تدين تدان علي ذي المشاهد هل ترى ان معظم الشباب يقع في هذه المشكلة شاركنا رأيك في كومنت لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة